القصة اللي هتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي مش بس الحقيقة تخص لعبين شباب مصريين أو مواهب جديدة صاعدة وعيدة بتلعب في أوروبا لكن الحقيقة بتخص قضية إنك إزاي تستفيد من لعبين جيل تاني جيل تالت ممكن هم يلبسوا تيشيرت منتخب مصر ويكونوا إضافة قواية جدا للمنتخب وخصوصا إنه في تجارب ممثلة نجحت نجحت في بعض الدول شمال أفريقيا إحنا كان عندنا لو تفتكروا مثلا من سنين رامي شعبان حارس مرمى الأرسنل ومنتخب السويد كان ممكن جدا يلعب وحصل على ما أعتقد يعني حصل مع تواصل بس جي متأخر جدا يلعب بصالح منتخب مصر استفان شعراوي مثلا نجم الميلا ومنتخب إيطاليا برضو كان ممكن لو فيه لو اتحركنا بدري لو بصنا الأمور بشكل مختلف لو فيه تواصل بشكل معين كان ممكن جدا نجوم بالحجم ده بيلعبه في أكبر أندية العالم يكونوا بيخدموا منتخب مصر وعالم مصر على سبيل المثال للحصل أننا أقدم لحضراتكم نهارده مجموعة من اللاعبين المميزين جدا شباب صغير بيلعب في أندية كبيرة جدا في أوروبا بيلعب في دوريات كبيرة وعارفين طبعا أنه فترة الإعداد وطبيعة المنافسات بره على كل المستويات الحقيقة بتصنع لعب كرة على مستوى أكتر من رواع فبالتالي إزاي ممكن نبص على ده أو نستفيد بده ده اللي بطرحه النهارده في الفقرة اللي جاية مع ضيفي النقد الرياضي وسيم أحمد مساء الخير يا وسيم المشاهدين في كل مكان أنا الحقيقة يمكن لما قررنا إحنا في كل حلقة أربع يبقى فيه يعني تسليل ضوء على الكرة العالمية كنت حابب جدا وكنت متأكد أن إحنا لو دورنا واكتهدنا وتعبنا شوية هنطلع نجوم مصرية يمكن ما يكونش حد تتكلم عليهم قبل كده وكلمنا على أسماء لعبين مصريين كتير يمكن منهم اللي معروف ومنهم كانوا بالنسبة للجمهور الكرة في مصر أنا شعب بالنسبة للمسؤولين إيه يعني مسؤولين كانوا عارفين وامتبعين ولا لأ بس إحنا يمكن الأسماء ما كانتش معروفة بالنسبة للجمهور بشكل كبير ومنهم عمر مرموش مثلا النهاردة بقى واحد من اللاعب الأساسية في منتخب مصر فحبينا الحقيقة نحنا نتكلم معاك وتقدم لنا الحقيقة لوجوه المصري دي بس هتسمح لنا قبل ما ندخل في الموضوع ونشوف النجوم الصعيدة لو عادة دي تعال ناخد جولة مع بعض كده في الجي بي أس ونشوف نروح ملاعب أوروبا المختلفة ونشوف لعبتنا المصرية عملت إيه الإسبوع ده البداية من إنجلترا إنجلترا يب أبو صلاح أبو صلاح في المقدمة محمد صلاح اللي بيعيش حال التواهج أكتر من رائع الحقيقة ويمكن ظهر ده بشكل كبير جدا في مباراة نورويت سيتي الحقيقة اللي اللاعب فيها محمد صلاح مع ليفر بول وقدروا إنه هم يحسموا نتيجة المباراة تلاتة واحد حط فيها صلاح حدف أكتر من رائع ويلا كمين صادي وانيه بصراح حط جهو ملعوب جدا ما يجبوش غير لعيب كبير معدل تقييم صلاح في المباراة دي يا وسيم كان 8.3 درجة أربع محاولات على المرمى مجح في المراوغة أربع مرات ودي واحدة من المهارات اللي استطاع صلاح أنه يطورها بشكل كبير ما كناش بنشوفها في أول وتاني موسم ليه مع ليفر لكن السنة دي واضحة قوي وبيعملها مع فرق كبيرة ومدافعين من العيار الثقيل الحقيقة قدر يطور حط دي عنده بشكل كويس دقة التمريرات في المباراة دي كانت 85% بواقع 34 تمريرة صحيحة وبشكل عام سجل 17 هدف ومازال في صدارة هدافي البريمير ليج القيمة التسويقية لصلاح حوالي 100 مليون يورو وليفر بول طبعا في المركز الثاني وراء المان سيتي برصيد 57 نقطة وفارق 6 نقاط فقط عن مقدمة الجدو حقيقة طبعا محمد صلاح يعني تبدأ يخرج من حالة الحزن اللي كانت بينا عليه بعد طبعا الخسارة في كاسم أمم الإفريقية تتقلق الحقيقة كبير جدا زي ما احنا شوفنا قدام نيروتش سيتي وحتى كمان مع انتر قدام انتر ميلانو كمان كان اكتر من رائعة طبعا نروح لتركيا مع محمود حسن تريزيجي طبعا المنتقل من أستن فيلا لبشاك شهير التركي والحقيقة يمكن شارك كأساسي في مباراة فرقته الأخيرة أمام ريزا سبور والمباراة دي انتهت بفوز إسطنبول بشاك شهير بنتيجة التنصف وتريزيجي هو اللي أحرز الهدفين لفرقته وصنع ثلاث فرص خلال اللقاء عام 27 تمريرة سليمة من أصل 33 نسبة دقة 82% والقيمة التسويقية لتريزيجي حوالي 10 مليون يورو ويمكن أنقص كمان كان ما اكتفاج بالأدوار الهجومية وصناعة الفرص والتهديف لكن أنقص فرقته من ثلاث فرص محققة وفرقته حاليا في المركز الثالث براسيد 46 نقاط استعاد جزء جديد من مستوى في بطولة أفريقيا طبعا وعايز عديف كمانه تم اختياره في فريق الأسبوع في الدور التركي نروح لمصطفى محمد مع جلاتة سراي ومصطفى محمد الحقيقة يمكن شارك لمدة 74 دقيقة في المباراة الفريق الأخيرة أمام جوستيبي في الدور التركي والمباراة دي انتهت نفوز جلاتة سراي بنتيجة 3-2 معدل التقييم في المباراة دي كان 7.1 درجة ونجح في صناعة هدف خلال اللقاء وحاول يمكن كليم وحولتين على المرمى بالنسبة للتمريرات 9 تمريرات سليمة من أصل 14 بنسبة دقة 64% نجح في 6 انتحامات هوائية من أصل 15 انتحام وجلات سراي حاليا بيحتل مركز متراجع جدا التلاتاشر في الدور التركي برصيدة 32 نوتا وقيمة تسويقية لمصطفى محمد حاليا هي 5.5 مليون يورو عمل مشكلة أخيرة أعتقد في المباراة حصل احتكاج بينه وبين أحد لعبي الفريق المنافس والموضوع محل بحث وتحقيق نتمنى يعني أنه هيعدي على خير الانضباط 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 واحد من أهم عامل النجاح برا وخصوصا أنه أنت بتلعب في دوريات كبيرة نروح لكريم حافظ بيلعب في ملاتاي سفور طبعا شارك كبديل شارك لمدة 46 دقيقة في مباراة الفريق الأخيرة أمام أنتاليا سفور والمباراة انتهت بخسارة فرقته بنتيجة 2-1 تقييمه في المباراة كان 6.9 درجة ليه 14 تمريرة منهم 12 تمريرة سليمة من نسبة دقة 86% لعلى 3 كرات عرضية منهم عرضية وحيدة سليمة وحاول مرة وحيدة على المرمى واهضر فرصة خلال اللقاء حاليا فرقته بتحتالي المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب التركي برصيد 16 نقطة والقيمة التسويقية الكريم حافظ حاليا هي 1.1 مليون يورو كريم يمكن مستوى تراجع بشدة في الفترة الأخيرة حد البيبير أحمد حسن كوكا طبعا المنطقل الدوري التركي واللي بيقدم حياة عروض إلى حد ما جاهدة مع كونيا سفور شارك أساسي في المباراة الأخيرة لمدة 81 دقيقة والمباراة دي كانت أمام قاسم فاشا فريق تريزيجيل أدين المباراة دي انتهت بالتعادل 4-4 وصنع فيها كوكا هدفين خلال المباراة وكان لي محاولة وحيدة على المرمى خلال المطش ده يمكن كوكا كان لي 26 تمريرة منهم 21 تمريرة سليمة بنسبة دقة 81% ونجح في الفوز في التحامين من أصل 5 التحامات هوية كمان شارك لمدة 14 دقيقة أمام اسطنبول بشاك شهير في مباراة واحدة من المطشات المؤجلة ما تستقيل كوكا 3-1 من 10 مليون يورو يستحق التواجد مع منتخب مصر كوكا في الفترة الجاة وخصويا في مرحلة السنغال عشان يكون أمين معك يعني كوكا أخذ فرص كثير قوي وما أثبتش وجوده مع المنتخب أنا شخصيا بشوف أنه كفاية كوكا على المنتخب من كوكا نروح للمنطقة الحديثا للدولة التركية محمود عبد المنعم كهربا اللي بيلعب لصالح فريق هتايس فور والحقيقة يمكن كهربا شارك في المباراة الأخيرة كبديل شارك لمدة 29 دقيقة والمباراة دي كانت أمام فانر فاشا وانتهت بخسارة فرقته بنتيجة 2-0 ومعدل تقييمه في المباراة 6.3 درجة مرر 3 تمريرات صحيحة من أصل 5 وحاول لكلمه حاولة وحيدة على المرمى خسر الكرة 5 مرات أثناء المشاركة وقيمته التسويقية حاليا حوالي 800 ألف يورو هتايس فور يحتل المركز الثامن في الدولة التركية ومعاه في رصيده 39 نقطة نتجه للسعودية حجازي طبعا لم يشارك ولن يشارك لأربع أسابيع قادمة مع فرقيته اتحاد جدا نتيجة الإصابة اللي كانت حصلت له في بطولة أفريقيا لكن هنتبع حقيقة واحد من المتقلقين في الدولي السعودي بشكل عام ومع التعاون بشكل خاص مصطفى فتحي الحقيقة لعب التعاون السعودي شارك لمدة 69 دقيقة في خسارة فرقيته أمام اتحاد جدا بكاس خدم الحرامين الشريفين بالدوري السعودي المباراة دي انتهت بهزيمة فرقيته زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 2 نسبة دقة تمريياته في المباراة كانت 47% 9 تمرييات فقط صحيحة من مصطفى بشكل عام شارك مصطفى فتحي في 3 مطشوات مع فريقه منذ انتقاله خلالها أحرص 3 أهداف وتم اختياره في تشكيلة الأفضل في الجولة مرة واحدة القيمة التسويقية حاليا هي مليون يورو والتعاون بيحتل المركز 11 في جدول الترتيب بالنسبة للدولة السعودي لكن اقول لكم ان 3 مباراة لمصطفى فتحي في السعودية مع التعاون كانت كفيلة الحقيقة بانه يقدم أوراية اعتماده ويصبح الحقيقة واحد من يعني معشوق الجماهير بالنسبة للفريق التعاون في السعودية يقدم عروض قوية جدا واثبت انه خامة اكتر من رائعة وانا الحقيقة شايفه واحد من افضل اللاعبين في الجيل الحالي يشتغل على نفسه يعني اعتقد ناحية الامكانيات يملك امكانيات كبيرة جدا لكن لو قدر يطور الناحية البدنية عنده مصطفى فتحي يروح في حتة بعيدة جدا تنتفق معك مليون في المية هي الحاجة اللي تنقصه هي العمل البدني لكن كمهاريا واحد من اعلى اللعيبة موجودة حاليا بالزبط وعنده كمان قدرات على التصويب عنده قدرات على التسجيل يعني مش بس مهاري لكن كمان فعال هي الناحية البدنية عنده لو عالية شوية هيكون مكسب كبير جدا لمنتخب مصر في الفترة اللي جاي نروح للشباب الصغير بقى اللي محدش بيعرف عنهم حاجة أنا كنت بتكلم في البداية انه في اوقات كتير جدا شفنا يعني في بعض التجارب تنمت بص مثلا النهاردة على نجوم زي زين الدين زيدان نجوم زي كريم بنزيمة نجوم زي حنى بقى اللي مثلا اللي بيلعب للمنتخب التونسي ولعب منشستر يونيتد زيدان مثلا وبنزيمة لو كانوا بيلعبوا منتخبات الجزاري بتالي كانوا قدروا يحققوا مع يعني ويوصلوا بالمنتخب الجزاري مثلا لحتة تانية خالص حيث القدرة على استغلال أبناء الجيل التالت والرابع الموجودين من أصول إفريقية عموما ومن أصول مصرية خصوصا شايفها ازاي وعلى مدار السنين اللي فاتت مش بكلم في الوقت الحالي بس نجحنا في دولة لأ طيب شايفها ازاي دي أنا عايز أرجع شوية كده أستاذ أحمد لورا شوية يعني من 2008 شوية من 2008 ده احنا من كان في حوالي تقريبا 13 سنة من 13 سنة وأنا حقيقة مؤمن بالموضوع ده وشغال عليه فعلا لأنه فعلا عندنا لعيبة مصريين موجودين في أوروبا وفي أنديت العالم بشكل عام كلها يمكن احنا هنا في مصر ما عندناش خلفية بهؤلاء اللعيبة التحدي الكورة نفسه ما عندوش داتر خاصة بهؤلاء اللعيبة فمن زمان ما اشغال على القصة دي وعايز أقولك وانت ذكرت تجربة العيبة اللي زي زيد دين زيدان أو بن زيمة أو حنى بعل أو رامي شعبان وإستفان شعراوي أو رامي شعبان وإستفان شعراوي من الزبان نحن يعني لو تفتكر الموضوع ده حقيقي في أفريقيا بشكل عام بدأ من بدر شوية وأخدك بالذكرة لو نفتكر في تصفيات كهس العالم 2002 مع كابت محمود الجهري ما كان معنا السنغال في التصفيات لو تفتكر كان برونو ميتسو تولى تدريب منتخب السنغال منتخب السنغال وقتها على خريطة فديجة وحج دوف وفرقة اللعبة كان وقتها المنتخب السنغالي على خريطة في أفريقيا وقت ما تولى برونو ميتسو برونو ميتسو المسئولية ما كانش المنتخب ده موجود على خريطة خالص بس الرجل ده تحرك بشكل مختلف انه بتدى يشوف اللعيبة اللي هي فعلا من المهاجرين في أوروبا اللي اتولدوا بره وبيلعبوا في أندية فرنسية حتى في الدرجة التانية مش في الدولة الممتازة في فرنسا وجاب فعلا بهم فريق وصل على حساب منتخب مصر لكاس العالم وكان منتخب مرعب ولو نفتكر في أول مباراة في الاتتاع كسبوا فرنسا كمان وكان منتخب وقتها لو تفتكر أستاذ أحمد كان ليه عبرها شهيرة جدا كان بتقال عنه في الصحافة العالمية كان منتخب كانوا مسميه ميتين فرنس المنتخب كله كان لعيبة جابهم من فرنسا غير المنتخب كله ووصل بيكاس العالم وكسبوا فرنسا الحقيقة أنه تكرر نفس الموقف ده وأنا أقوله لك ليه برضو كل ده عشان نشوف كل ده حصل قدام عينينا وإحنا ما استفدناش منه وحصل قدام مصر يعني أول مثال كان مع السنغال مرت الأيام ودخلنا في 2010 مع كابتن حسن شحات وكان عندنا أفضل جيل جيه في تاريخ الكرة المصرية جيل الزهب الكرة المصرية كان معنا منتخب الجزائر وكان منتخبين كان مجموعة سهلة جدا كان أبرزها الجزائر وحتى الجزائر وقتها كانت في الخريطة الأفريقية فأضعف أحوالها دمتش السودين ده بالضبط لدرجة أنه وقتها أول لما أعلنوا الأرعة الناس في مصر كان بتحتفل وأنا فاكر كان بتحتفل أول ما شافوا الأرعة أنه نحن خلاص وإحنا كاس عالم الجزائر فعلا في الوقت ده ما كانتش لها أي قوة خالص هنا وبحير وراو اللي هو رئيس الاتحاد الجزائري في الوقت ده الراجل ده بدأ يعمل نفس العمل برونو ميتسو في 2002 أنه ابتدى يشوف اللعيبة اللي هي من أصول جزائرية اللي موجودة في فرنسا وموجودة في إيطاليا بتلعب مش تازم في التوب تيمز ممكن في أندية في المتوسطة في فرنسا وفي إيطاليا جابهم وعمل منهم منتخب جزائر كان مرعب قدر أنه ينافس منتخب مصر بجلها الدهبي وبرضو تتكرر نفس السيناريو وصلوا على حساب منتخب مصر الكاسي العالم وابتدى من هنا من النقطة دي يبقى منتخب الجزائر لحد النهاردة منتخب بيعتمد على اللعيبة أصحاب الأصول الجزائرية لحد النهاردة هنم نشوف الجزائر منتخب مرعب وشوفنا كمان في 2014 وصلوا لحد دور الستاشر وخرجوا بالعافية لو تتذكر منتخب ألمانيا بعد وقت إضافي وشوت رابع فالموضوع ده فضل طيب أنا عايز أعرف إذا كان إحنا بداية فيه رغبة في ده هل عندنا من المواهب أو من اللعبين اللي موجودين بالفعل نبتدي نشوف معاك دي وقت يعني أنا عارف أنه فيه لعيبة عندنا في الدنمارك فيه لعيبة في ألمانيا وتلعب في فرق كويسة فممكن نستعرض معاك المواهب تحب تبتدي بني يعني أنا فيها ناخد نهاردة شوية أسماء كده نستعرضها منها مثلا على سبيل المثال هيسم حسن وهيسم ده أنا بشوفه واحد من أهم اللعيبة اللي لازم أن نحن نشتغل عليها ونشتغل عليها ده مش معناها أنه هو يعني يلا رفع سماعة التليفون إحنا عايزيك تيجي تلعب في منتخب مصر خلاص كده أنت خلصت المهمة بتاعتك الموضوع أصعب من كده وبياخد جهد أكتر من كده الأول نعرف منها هيسم حسن سريعا هيسم حسن ده أول اللعب إحنا بنقدمه لحضراتكم ده لعب من أصول مصرية وطبعا إحنا ما عندناش فكرة الهجرة غير الشرعية يعني زي ممكن يكون ده بيحصل شوية في دول المغرب العربي لكن إحنا عندنا دول أولاد لأب أو أم من المصريين اللي عايشين بالفعل في الخارج من سنين طويل نظبوط يعني كل الأسماء اللعبات دي كلها لعيبة اتولدت بره أهليهم كانوا مهاجرين من فترة نجيب هيسم نجيب هيسم سورة هيسم تاني معنا هيسم ده الحقيقة معه أكتر من جنسية مع الجنسية الفرنسية لأنه هو أصلا مولوظ في فرنسا يعني هو أعتبر فرنسي من الأساس لكن ليه كمان أصول مصرية من ناحية الأب وليه كمان أصول تنسية من ناحية الأم هيسم ده واحد من أبرز المواهب اللي موجودة في سنه في فرنسا بيلعب بالمناسبة في نادي دي بورتيفو ميرانديز وهو رايح هناك إعارة من نادي فياريال الإسباني طبعا فياريال إحنا عارفين واحد من أكبر أنديت أسبانيا طبعا وأنديت أوروبا قريب 2002 يعني 20 سنة طبعا لسا لعيب صغير بيلعب وينجي مين وينجي شمال والحقيقة أنه قبل كمان أخذ بالك أنت تقول لي فياريال كان بيلعب في نادي اسمه تشاترو في الدرجة الثانية في فرنسا كان بيلعب الفريل الأول بيشارك مع الفريل أول وعنده 16 سنة بقى فقط وكان أصغر لعب في تاريخ ناديت شاترو بيشارك مع فيل أول ما لعبش باسم تونس ما لعبش باسم تونس لأنه حتى لحد هذه اللحظة اللي أنا بكلمك فيها هو مش مطلع أوراقته نسية لكن المفاجأة أنه معايا باسمتور مصري معايا باسمتور مصري خلصان وجاهز وكل حاجة يعني حصل تواصل مع أي من المنتخبات المصرية يعني وصلته من حوالي سنة ونص بكابتن حسام البدري وطلب الباسمتور بتاع الورد الورد بعت الباسمتور بتاعه ووعد أنه هو هيدمه في أحد المعسكرات يسأل في ذلك كابتن حسام ما جابهوش الورد بيلعب مع منتخب فرنسا تحت 20 سنة وتحت 18 سنة لعب كاس العالم تحت 20 سنة مع منتخب فرنسا حاجة ما شاء الله مهاريا عالي جدا احنا بنتكلم عن مصافات حي طيب احنا بس الحلقة النهاردة مقدمة احنا كل اسم من الأسماء اللي حضراتكم هتشوفوها والوسيم هيدودوا على حضراتكم هنخصص لها بقية فقرة كاملة وسيم ونستعرف فيها ونشوف يعني إذا كان ممكن بقى نشوف مهارات مشاركات مطشاط حاجات كده ونتكلم على كل اللعب بتفصيل بعد فيا ريال في ايه معنا هوفنهايم اعتقد فيه لعيب مصري بيع في هوفنهايم فيه في هوفنهايم بس ناخدهم بالترتيب عشان الترتيب الصور يالا وفيه بروسيا دورتمود اعتقد كمان وفيه دورتمود هنتكلم عليه فيه مصطفى أشرف ومصطفى أشرف ده في بروسيا بس مش دورتمود ده بقى بروسيا منشك لاباك بالزبط كده والحيا الولد ده عنده دلوقتي 17 سنة فقط ومع ذلك بيتم تصعيده للفريق الأول هو بيلعب في الفريق الثاني في السكند تيم لبروسيا منشك لاباك مركزه لعب خط وسط مدافع بيلعب ستة وبيلعب كمان تمانية زي ما بقوله عنده 17 سنة مع الجنسية الألمانية والجنسية المصري بيلعب منتخب ألمانيا زي ما كلمنا كده عن هيسن مع منتخب فرنسا بيلعب مع منتخب ألمانيا تحت 18 سنة معنا دي بيتم تصعيده يشارك مع الفريق الأول ولعب مباريات ودية مع الفريق الأول لنادي بروسيا منشك لاباك وشارك أمام بيرن ميونيخ في مباريات ودية الفريق الأول لبيرن ميونيخ والولد ده حقيقة ليه مستقبل كبير جدا هنتناوله أكيد بالتفصيل في الحلقات اللي جاء ده مصطفى أشر فيه كمان أمين فاروق وأمين فاروق ده واحد من العيوة برضو في ألمانيا بيلعب فريق أول وغمنا عنده 18 سنة فقط في نادي اسمه فيهنفس بادن وفيهنفس بادن ده درجة ثالثة في ألمانيا وممكن بعض الناس أول ما تسمع درجة ثالثة يعني تفتكر أو يتهيئ لها إنه ده فريق صغير لا طبعا الدور الألماني درجة ثانية والثالثة ده أقوى من الدور المصر ده ما بدأ إيهن؟ رقم اثنين إنه بيلعب الفريق الأول وهو عنده 18 سنة بس فده بيؤكد إن الولد ده موهبة كبيرة جدا ورحنا على تواصل مع كل المديرين الفنيين لمنتخبات مصر كابتن محمود جابر مع منتخب 2003 على تواصل معه وبحاوله ووصله بهؤلاء اللعيبة منهم أمين فاروق وفيه كلام دلوقتي معاه ومفاوضات معاه إنه هو يجي ويلعب باسمه منتخب مصر ولد ليه مستقبل إن شاء الله هكون كبير جدا مش فيه محمد طلبة وإحنا بنتكلم عن كابتن محمود جابر ومنتخب 2003 ده نفس الكلام زي أمين فاروق ده بوخهم الألماني بوخهم الألماني آه برضو مع الجنسية الألمانية والمصرية ده سنتر باك مساك موريد 2004 عنده 17 سنة بيلعب حاليا في السكند تيم لنادي بوخهم الألماني وبرضو بيتم تسعيده في مبارات ودية مع الفريق الأول لنادي بوخهم وأكتر من كده برضو إنه كمان بيلعب في منتخب ألمانيا تحت 18 سنة ده قلبة فائع قلبة فائع يعني لك أنت تتخالص أحمد لأن منتخب ألمانيا ده كلهم أنت تتكالي منتخبات كبيرة ألمانيا فرنسا يعني يعني منتخب ألمانيا تحت 18 سنة بيضم اتنين مصريين منهم على فكرة مصطفى أشرف أمرتكش هو كابتن فريق كمان كابتن فريق كمان كابتن منتخب ألمانيا يعني إحنا لو عادين بيتفرج دلوقتي على مطش مع احترام منتخب ألمانيا تحت 18 مع منتخب فرنسا وبيعوا مطشات ودية هل يجب أنت مصريين؟ لا هنقلبوا هنتفرج وحيخلص مطش وإحنا مش عارفين دول مصريين ده أنا عايز أقوله هنحن نتفرج ولعب هايل ومتخب أحنا مش عارفين دول مصريين فهيدي الكارسة فيه كمان سألتني عن اللعب بروسيا دورتوموند اللي هو سببايل مكريكيس لأنه فيه كلام كتير قوي بيتكتب دلوقتي وليومين دولي على السوشيال ميديا إن هذا اللعب اللي احنا شايفينه هو لعب مواريد ألفين بيلعب جناح وصنع ألعاب في نادي فيكتوريا بيرلين الألماني هو جاي من بروسيا دورتوموند كان في بروسيا وانتقل لسه من شهر واحد يعني في فتقات الشتوية الأخيرة انتقل لنادي فيكتوريا بيرلين والكلام بقى هنا اللي بتكاتب بقى ويتقال على السوشيال ميديا إن الولد ده كيروش عايزه وإن هيجيبه قبل ماتش استنغال وده أنا بقول لحداك إنه هو استحالة ليه استحالة؟ مش عشان هو ولد وحش بالعكس الدوري قوي فيكتوريا بيرلين بيشارك في الدرجة التالتة هو لسه صغير زي ما بقول لعنده 21 سنة موليد 2000 ولكن لما تيجي تشوف أصوله المصرية هو أصوله المصرية بعيدة جدا يعني هو أصلا معه الجنسية بتاعة لاتفيا ومعه الجنسية الألمانية وأصوله بتعود للمغرب ومن بعيد قوي يعني عايز أقول لك والد جده انت بتخيل الجيل الرابع كان مصري طيب ده عشان تثبت إنه هو مصري الجد ده توفى وأبو الجد ده توفى يعني ما فيش أي حاجة تثبت إنه هو مصري الحل الوحيد عشان ده يجي يلعب لمصر هو ليه زي ما بقول أصول بس بعيدة جدا مش هلعب تثبت الحل الوحيد انت تجنسوا فقط من خلص الأول اليوم أصوله سهلة ومعهم باسبورات ومعهم بكر في البعيدة لأ وبعين لما تيجي تشوف الكلام بيكتب إنه عايزينه قبل ماتش السنغال يعني كان مش منطقي انت صعب انت تدخل أي واحد في ظل الفرقة اللي هي في انسجام دلوقتي وماتش مصري زي السنغال صعب تدخل أي عنصر جديد إلا لو هتجيب بقى كريستانا رونالدو ومع كامل احترامي سبريل يعني هو لسه العاب صغير واعد هتجي هتخلص إمتى الورق وتجيبه عشان السنغال فده الكلام ده أنا بقول مع حضرتك إنه غير صحيح على الإطلاق صحيح طيب هتسمح لي يروح لفاصل ونرجع مرة تانية حضراتكم في ساتة سنكمل كلام طيب ده كان جزء بداياتا طبعا قبل فاصل شفنا جزء من الأسماء أو بعض الأسماء اللي عابين المصريين اللي بلعبه في أندية أوروبا ممكن جدا يفيدوا المنتخبات المصرية خصوصا كلهم يعني كل الأسماء اللي قالها وسيم كلها سنة صغيرة جدا 18-20 سنة بالكتير فبالتالي قدامهم كتير في الملاعب السؤال هنا يعني وانا الحقيقة لما حضرنا الحلقة وتبعثت لي الأسماء والأندية كنت شايف إنه فكرة إنك إنت تقنع أو تتواصل عشان تقول لنازي تعالوا لعبه دولي بإسمه منتخب مصر وهم عندهم باسفور مصري أو أصول مصرية هتكون سهلة لكن أنت كمان وصلتني الفكرة أنه هم مش بس بيلعبوا برا دول بيلعبوا كمان لمنتخبات كبيرة زي ألمانيا وزي فرنسا هنا بتهدي الموضوع بقى صعب إزاي تقنعه أنه يسيب منتخب ألمانيا ومنتخب فرنسا وهو قريدي عايش هناك وبيلعب في أندية ألمانيا وفرنسا ويجي يلعب باسم المنتخب المصري طبعا الموضوع صعب جدا في هنا قليات للتفاوض بقى أنت ممكن تديله إيه وهنا في ناس ما بيعجبهش الكلام ده على فكرة يعني في ناس تقول لك إحنا مصر يعني إيه اللي هو إحنا مجرد ما تقول لازم ييجي واللي مش عايزنا خلينا تكلم في موضوع ده الحلقة الجاية لأن ده محتاج وقت وإحنا عايزين لأن الموضوع ده مهم جدا وأنا بحقيك عليه بس أنا محتاج وقت فيه طيب خلاص نكمل بقية الأسماء نكمل بقية الأسماء معنا في ريكاردو موسكاتيلي وده ولد برضو إيطالي مصري بلعب واحد من أشهر أندية إيطاليا وهناك جنوى الإيطالي اللاعب موليد 2004 عنده 17 سنة بلعب في مركز الباك رايت هو بالمناسبة فيه أسماء ليه مصري يعني ريكاردو ده ليه اسمه مصري واللي هو بس ريكاردو أنا بعرف أن فيه بعض الأسماء فيه بعضهم يعني استفان شعراوي مثلا كان اسمه كريم بالضبط كده مزبوط أليكزندر ياكوبزن أمير عادل أمير عادل أمير جي هنا وجي هنا يعني ما تجربته في مصر ما كانتش أحسن حاجة بس يعني اسمه أمير عادل بس ريكاردو هو اسمه ريكاردو ما فيه تريد عندنا ده بيلعب فين في جنوى بيلعب باك رايت ووينجر ووينجر عندنا وينجر كده اسمه ريكاردو مسكتين ليه في منتخب مصر برضو يعني لطيفة الحقيقة لولد ده ممتاز جدا بس مشكلته هي مشكلة الأوراق علشان خاطر الأوراق بتاعته محتاجة وقت شوية ممكن نشرحها برضو في تفصيلتو كل واحد واسم من دول هنركز عليه في حلقة من الحلقات ونقدمه لحضراتكم بشكل مفصل احنا بس بنقدم لكم أسماء سريعا ونعرفكم عليهم بشكل عام فيه صلاح باشا طبعا وهو لعب فترة في الأهلي بالمناسبة مع أنه هو مارود في إيطاليا لكن جي قاعد فترة كده سنة أو سنتين هو أخوه في الأهلي ورجع تاني لإيطاليا بلعب في أودونيزي وهو هدف فريق الشباب تحت 19 سنة في نادي أودونيزي هو مهاجم صريح سترايكر الصريح رقم 9 وكنت الحقيقة وصلته فعلا بكابتن محمود جابر وجي صراح ده ليه أخ اسمه ريتشور ليه أخ اسمه ريتشور بلصبت كده اللاعب في الأهلي بس هو حقيقة صلاح هو المميز مين اللي كتب باشا ماصر دي انا اللي كتب لأ ولد مميز جدا مهاجم صندوق أودونيزي ده اللي لعب فيه حازم إمام لما احترف بره مصبوط واحد طبعا من الاندية الكبيرة والمشهورة طبعا في إطلاق فيه كمعا ده سليم طالب وسليم طالب ده العيب موليد 2006 بلعب في نادي هيرتا برلين الألماني طبعا ده نادي كبير طبعا طبعا وهو كابتن فريق تحت 16 سنة وعنده 15 سنة جبته على فكرة المعسكر مع منتخب 2006 مع كابتن محمد واهب الحقيقة بناسة معاته الوقت وهو متعاون جدا متفاهم جدا ومهتم جدا زيه زي كابتن محمود جابر بملف المحترفين نحاولنا انتواصل معي بس يعني ما نجحناش في ده يعني ممكن دي بعض القطاعات للاسليم طالب والولد ده حقيقي ممتاز جدا وكرته حلوة قوي الكرة بيقدر انه هو عنده كنترول عليها بشكل كويس قوي الرؤية بتاعته الملعب ممتازة جدا الباصيس حلوة جدا في رجله عايز اقولك ان الأسبوع اللي فات بس كمان تم تصعيده يتمرن مع الساكن دي تيم لهيرتابرين هو تحت 23 سنة رغم انه لسه 15 سنة بس طبعا ده سنة صغير جدا بالزبط فالولد ده حقيقي ممتاز جدا يعني هنالك كلاما اكيد عليه بشكل اكبر في حلقة تانية فيه تيبو غوبرييل وده برضو بيلعب في المانيا وفي نادي هوفنهايم ومتا يمكن ذكرت في البداية قلتها حد بيلعب في هوفنهايم هو تيبو غوبرييل تيبو غوبرييل بيلعب في نص الملعب في فريق تحت 16 سنة بهوفنهايم هو واحد من اللعبة الممتازة جدا وعنده يعني كلما يروح فريق الحقيقة بيختاره كابتن سبحان الله هو فعلا ما تشوفه وتتعامل معاه لأ عنده سمات فعلا القائد وولد ممتاز جدا تيبو غوبرييل اه لا قدامنا دلوقتي ده بالزبط فيه كمان معنا ادم طلبة ده انت كمان يعني احنا تقريبا كل المراكز فيها لعيبة كل مراكز يعني خط دفاع خط نص خط هجوم صنع علعب يعني مفيش مركز كل المراكز فيها لعيبة ولأسمحنا على السعادة النهاردة دي مش هي بس ده فيها أسماء تاية بس نحن طبعا عشان على فكرة بس بشأن بردو الكلام يتفهم في السياقه الطبيعي انا عشي بقول ان الولاد دول احسن من الولاد الموجودين انا بقول ان الاثنين مع بعض قوة ضربة وهيخلقوا منافسة وهيدوا لأي مدير فني ماسك اي فئة عمرية امكانية انه يختار وخدوا بالك بردو يعني مع كامل الاحترام والتأديد يمكن ده بيحصل في الاهلي بس بس يعني 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 انا بكلم على فكرة انك انت تطلع الولد من تحت متربي بشكل احترافي بره في اي نادي هتلاقي المنظومة على اعلى مستوى تغزية على اعلى مستوى نظام حياة على اعلى مستوى تدريب على اعلى مستوى علاج على اعلى مستوى فده بالتأكيد برضو اضافة لاي منتخب بيمس المصر فيه كمان معانا ادم طلبة برضو في المانيا والحياة فيه كتير في المانيا تحديدا مصريين ادم طلبة واحنا ممكن ذكرنا في الاول محمد طلبة وقالنا بلعب في منتخب المانيا ادم يبقى اخوه بلعب في نفس النادي في بوخهم برضو ولكن اصغر منه بسنتين بسنة واحدة 2005 محمد كان فيه واربعة لكن ادم 2005 وادم بلعب في مركز المهاجم باي وان جيت وان فري نعم باي وان جيت وان فري اخذ واحد واخذ القديم عليه يعني انت في اتفاق من النوع ده لو واحد اقتنع التاني طبعا هتسهل الدنيا اكيد طبعا فأدم بلعب مهاجم وبيلعب صنع ألعاب في بوخهم تحت 17 سنة وولد من الأولاد الحياة المميزة جدا كمان في نختم في تواصل الوسيم مع الولاد دول طبعا طبعا ما انا بقول لك ما انا بص انت بتعمل صرش على العيب دي وبعدين تعمل كنتكت معاهم وبعدين ترجع تكلم المدرب هنا بتاع المنتخب وبعدين تعمل كنتكشة ما بينهم طيب عايز 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 اخر اسم معنا اخر اسم وده بقى مش لعيب كورة ده مدرب صروة عقل صروة عقل ده مدرب حراس مرمى فين بقى في واحد من اكبر انديت العالم بوريس دورتموند الالماني هو صريح بتدرب الناشئين تحت عشر وتحت تسعة سنوات في بوريس دورتموند هم ده بحراس مرمى زي ما بقول ولكن اخب بالك انه افضل مدرسة حاليا في مركز حراسة المرمى هي مدرسة الالمانية فلما يتم الاستعانة بواحد مصري هو اللي بيعلم الناشئ الصغير في نادي كبير زي دورتموند ده هي كبيرة جدا وبالنسبة كان بلعب في الاهلي صاروة عقلي كان بلعب في ناشئة الاهلي زمان طبعا من سين طويلة قبل ما يهاجر لالمانيا الفكرة او المبدأ من خلال التواصل معهم في استجابة الناس دي ممكن تفكر او ترحب بفكرة انها تلعب باسم المنتخب قالبيتهم مرحبين واللي مش مرحبين هم مش قفلين الباب بس عندهم تردد شوية خاصة ايما كون بتلعب لمنتخب كبير زي فرنسا او المانيا او واتفر هنا بتبقى فيه شوية تردد فيه حسابات مش معناها خلاص انه مش حابب مصر او هتكلم في ده بعدين بالتفصيل لكل حالة وكل لعب ان شاء الله نورت الدنيا بشكرك شكرا جزيلا نحن نحن نتواصل معهم ونقدمهم لحضراتكم على شاشة الاهلي في السادسة بشكرك شكرا جزيلا نورتنا شكرا جزيلا شكرا جدا وبشكر حضراتكم مكملين معاكم في السادسة والكلام طبعا عن الاهلي وساندونز بداية المواجهة المنتظرة يوم السابت اللي جاي مواجهة صعبة ومواجهة يعني تعتبر مش عايز اقول نهائي مبكر لان احنا لسه في دور المجموعات لكن واحدة من المطشط القوية في بطولة دوري الابطال بشكل عام هنتكلم عليها بالتفصيل ونتكلم كمان على الكرة العالمية والشامبينز ليج النهاردة ومبارح بس بعض الفاصل